السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلي فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين الكرام في برنامجكم هذا ديننا تكلمنا عن حق الزوجة وتكلمنا عن حق الزوج وجاء الدور على حق الأولاد أتدري أخي الحبيب أن هناك من حرم من نعمة الأولاد المال والبنون زينة الحياة الدنيا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحان الله أنت عندك نعمة نعمة الولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا أعانى ولده على بره يا الله عندما تعين الولد على أن يكون بارا بك أنت مرحوم إن شاء الله وأخوفك بهذا الحديث حتى تعطي للأولاد حقوقهم أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل بينما رجل قضي عليه يوم القيامة بالنار فقال يا رب لن أدخل النار حتى يدخل أبي لما؟ لأنه لم يدلني على طريق الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله بل اسمع بعدما تصلي على الحبيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له شاب من الشباب في دول الخليج حكم عليه بالإعدام فقيل له ما تتمنى قبل موتك قال أتمنى أن أرى أمي فلما دخلت عليه أمه اقترب منها ثم دنى منها ثم وضع يديه على فكيها وضغط عليها وضغط على الفكين حتى خرج اللسان فعضه فقطعه فقيل له لما تفعل هذا مع أمك قال لولا هذا اللسان ما كنت مجرما نبدأ في هذه الحقوق الحق الأول قبل أن يولد هذا الولد وقبل أن يكون لك هذا الولد له حق عليك أتدري ما هو جاء رجل إلى الفاروق عمر فقال له يا فاروق الأمة يا أمير المؤمنين إني أشتكي إليك عقوق ولدي فأرسل الفاروق عمر إلى ولده وقال أعققت أباك أيها الولد قال يا أمير المؤمنين هل لي من حق على أبي قال بل حقوق قال فما هي قال أما الأول أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يحفظك من القرآن قال لم يفعل أبي معي أي هذه الحقوق يا أمير المؤمنين قال له لما قال اختار لي أما زنجية لمجوسي وسماني جعلا سماني جعلا وهي اسم لأنفاء الخنفساء ثم لم يحفظني شيئا من القرآن فتوجه الفاروق عمر لهذا الرجل وقال أجئت تشتكي عقوق الولد لقد عققت ولدك قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيئ إليك ثم علاه بالدرة أي الجلد التي كان يعاقب بها المذنبين نعم أحسن اختيار الزوجة ورسالة لأولياء الأمور رسالة لكل ولي أمر يتولى أمر شاب أو فتاة يسر المهور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أقلهن مهرا أكثرهن بركة والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وأنت أيها الشاب نعم أنت يا من تجلس أمامي الآن كن صادقا مع الزوجة ومع أهل الزوجة إن كنت فقيرا فقل أنا فقير إن كان دخلك بضعة جنيهات أو مثلا سلاسة آلاف أو خمسة آلاف أصدق معهم لما لأن سيدنا بلال بن رباح مؤذن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل عليه أخوه وقال يا بلال إني أريد أن أخطب وأن أنكح أي أتزوج امرأة من بني مخزوم بني مخزوم قبيلة عريقة من قبائل العرب ولا ترضى بمصاهرة بلال لأن سيدنا بلال رجل فقير عبد حبشي فقال له سيدنا بلال يا أخي اختر غيرها النساء كثر والجوار كثر والفتيات كثر فقال إلا هي يديا لن أتزوج قال على الرحب والسعى ارتد الثياب ثم مشى مع أخيه ودخل على بني مخزوم فقالوا مرحبا بمؤذن رسول الله ما الذي أولجكم إلى ديارنا قال لهم تعرفون من نحن كنا عبيدا فحررنا الله كنا فقراء فأغنان الله كنا أذلاء فأعزنا الله وجئنا نخطب ابنتكم لأخي فإن وافقتم فأسأل الله لنا ولكم البركة وإن أبيتم فعسى الله أن يخلفنا خيرا منكم ويخلفكم خيرا مننا فقالوا والله ما كان لنا أن نرد مؤذن رسول الله يا الله فلما خرج معه أخوه قال يا أخي فضحتنا يا بلال عبيد وأذلاء وضعفاء وفقراء لما لم تذكرهم بمآثرنا مع رسول الله قال اسكت والله ما زوجك إلا الصدق الواحد الشاب من الشباب يبقى مأجر عربيا مأجر سيارة وولدا عندي رصيد في البنك ده أنا بس سغل كام شغلة ده أنا عندي شقة سوبر لوكس ده أنا ده أنا أصدق يا أخي الحبيب إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة الواحد يبقى مديون لطوب الأرض ويقول أنا أغنى أغنياء الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنت يا ولي الزوجة إذا جاءك صاحب الخلق لا ترده لفقره من الغني؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس كم من فقير أمسى فقيرا وأصبح غنيا من الذي أغنى؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون إنه الله بارئ السماوات والأرض من بيديه خزائن السماوات والأرض؟ السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لها الخطاب وجاء لها خاطب فقالت مولاة لسيدنا علي يعني خادمة عند الإمام علي إن فاطمة تخطب لرسول الله جاءها الخطاب أما لك فيها حاجة؟ أنت تريد أن تتزوجها قال وهل عندي من شيء؟ أنا ليس عندي مال كيف أذهب وأتزوجها؟ قالت اذهب إلى رسول الله فسيزوجك من ابنته إن شاء الله فيقول سيدنا علي فذهبت إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت عليه السلام ثم سكت إججالاً وهيبة من الحبيب محمد يا الله إنه كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها ألجم سيدنا علي فقال له الحبيب النبي يا علي ما الذي جاء بك؟ قال فسكت فقال يا علي أجئت تخطب فاطمة ابنتي؟ قال إي وربي إي وربي يا رسول الله قال وهل عندك من شيء؟ أنت عندك مهر قال لا والله يا رسول الله قال وأين درعك؟ الدرع الذي يلبس على الصدر آل من آلات الحرب وأين درعك الذي سلحتك به؟ قال عندي يا رسول الله قال زوجتك إياها بهذا الدرع يقول سيدنا علي والله لا يساوي أربعة دراهم يا الله لا يساوي أربعة دراهم خلاص سبحان الله اتفقنا على الزوجة واتفقنا على الزوج الخطوة الثانية في الحقوق أن تبع الله عز وجل أن يكون فيها الخير وأنت كذلك يا بنيتي استخير الله استخير الله عز وجل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم اللهم إن كان هذا الشاب خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجله فيسره لي وحببني فيه وعلق قلبي به إلى آخر هذه الاستخارة استخير نعم قل لا يعلم الغيب إلا الله فإنه في فترة الخطبة يأتيك كأنه ملك كأنه صحابي وبعد الزواج ينقلب الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله والعيب عندك وعند ولي الأمر لما؟ لأنك لم تستخير الرب العلي الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور السيدة زينب بن تجحش إذا بها يخطبها النبي لنفسه فأرسل إليها سيدنا زيد بن حارثة قال لها يا زينب إن رسول الله يخطبك لنفسه فقالت لا حتى أؤامن ربي لابد من الاستخارة لابد هي تستخير في رسول الله نعم في خير خلق الله نعم في خاتم النبيين والمرسلين نعم في شفيعنا يوم الدين نعم في حبيبنا المصطفى اللهم ارزقنا جوار النبي في الجنة قل آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين من الحقوق وقع الاختيار على الزوجة ووقع الاختيار على الزوج عندما يأتي يوم العرس أول ما تدخل على الزوجة هناك دعاء امسك بناصية الزوجة وقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وأنت كذلك قولي اللهم إني أسألك خير هذا الزوج وأعوذ بك من شره يا رب العالمين هذا الدعاء مأثور عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن اللطائف أن هناك شاب كان بعيد يعني عن الدين يعني يصلي قليلا فجاء لأحد المشيخ وقال له أريد دعاء الدخول على الزوجة لأول مرة قال بسيط إن شاء الله قل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه طيب معنا اتصال الأستاذ إيمان من مينيا سلام عليكم سلام عليكم لو سمحت يا شيخ اللي بيظلم حد ويكون يقل حق اليتام رأيه إيه في الإسلام يعني يقل حق الأيتام هاي يقل حق الأيتام ووظلمه وفلوسه وكده يعني طب أنت أم الأيتام يا أستاذ إيمان آي طيب أجيبك إن شاء الله في أي سؤال تاني يا أستاذ إيمان اللي بيحلف كثير يعني ومش بيصدق في الكلام آه يحلف كذبا يعني يعني بيحلف كذب دايما هاي يقول أعمل دو هعمل دو ويجب يعمل الحاجة تمام تمام يا أستاذ إيمان أي سؤال تاني شكرا أبشرك يا أستاذ إيمان بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل الأيتام كهاتين في الجنة كهاتين في الجنة فأبشري بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أما من يأكل حق الأيتام أقول لك اتق الله في حق الضعيفين اتق الله في حق الأيتام لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الجنة فوجد مرأة تسابقه وجد مرأة تسابق رسول الله تسبقه مرة ويسبقها النبي مرة حتى أمسك النبي بباب الجنة وقرع الباب ثم توجه إلى هذه المرأة التي كانت في سباق شاق مع رسول الله وقال لها من أنت حتى تسابقين الحبيب المصطفى فقالت له أنا أم لأيتام مات زوجي وكنت أرعى مالهم وأرعى أحوالهم تيتمت عليهم من الزواج بعد زوجي فصمتهم وربيت أولادي على سنة الله وعلى كتاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنت يا من تأكل حق الأيتام تذكر أنك موقوف والموقوف مسؤول والسائل لك هو الرب العلي وقفوهم إنهم مسؤولون معنا الأستاذ عبد الحميد من القاهرة سلام عليكم يا سلام حميد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا حبيب ازيك يا شيخ الله يسترها عليك أنا عندي ابني مغلبني ابني الصغير تمام اسمه إيه عنده ست سنين اسمه آدم آدم أسأل الله أن يبارك لك فيه وأن يهديه إلى طريق الخير والصلاح والرشاد آمين يا رب العالمين تمام يا صاحب حميد ربنا دي جزعة ربنا دي جزعة فأنا نفسي تدعينه كده على الملأ يمكن ربنا يستجر من حضرتك إن ربنا يهدي لي ويسلقه حاله أسأل الله أن ينبته لك نباتا حسنا وأن يجعله زخرا لك في الدنيا والآخرة وأن يجعله في موازين الحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واستصحبه معك إلى المسجد يا أستاذ عبد الحميد آدم إذا تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصلاة سيهديه الله إن شاء الله اللهم اهدي أولادنا وأولاد المشاهدين وأولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين أما بالنسبة لمن يأكل حق الأيتام أقول لك إن الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اتقي هذه النار وخاف من هذه النار واحرص على أن تعطي للأيتام حقهم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الحقوق للأولاد على آبائهم حسن اختيار الزوجة وكذلك اخترت الزوجة ثم دخلت عليها في يوم عرصي وجب عليك أن تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا والله لو كنت مربوطا عن الزوجة وقلت باسم الله وقلت هذا الدعاء الذي أعلمنا إياه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأعطاك الله الخير مع زوجتك إن شاء الله فإن النبي يقول إذا طيب الأستاذ حنان سلام عليكم معنا الأستاذ أحمد سلام عليكم عليكم السلام عليكم الله يستورك يا أستاذ أحمد عند ابن عنده سنتين وبتاع يعني ما بيخرج بالشارة كدير عنده حرصة وخروطة وكده مش عارفت أعمل إيه مع موضوع الألفاز وكده بالشارة عنده ألفاز بيقولها أهو نعم ألفاز وحشة بيقولها بيخرجها يعني أه بسرق في الشارة وكده اللي عارفت أنا إما مش شارة ولا عارفت أعمل إيه هل ده أخوفه ولا حيله ولا مش عارفت أعمل معه إيه أي لم يضره الشيطان وسبحان الله لأستاذ أحمد يعني بيسأل بيقول للولد بيقول ألفظ إيه؟ ألفظ سوقية وألفظ من الشارع يعني الإختلاط بقرناء السوء قل لي من تصاحب أقول لك من أنت قل لي من تصاحب أقول لك من أنت المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو من يصاحب واعلم تمام العلم أن تعليم الأولاد في الصغر كالنقش على الحجر عندما يقول هذا الولد هذا اللب ابدأ بمعاقبته معاقبة يعني إيه مادية قل له أنت محروم من مصروفك النهاردة ليه يا بابا أنا عملته يا بابا إيه الذنب اللي أنا ارتكبته قلت عشان هذا الكلام الذي قلته لا يصح لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني يا ابن يا حبيبي كل حاجة بتنكتب فاتق الله فيما تقول اتق الله فيما تقول طيب سبحان الملك قدر ولد رزقت بالولد أول شيء عندما ينزل الولد إلى الدنيا أول ما يسمح في أذنه اليمنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الآذان أما في الأذن اليسرى إقامة الصلاة حتى تختم بقولك لا إله إلا الله بالله عليك أخي الحبيب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة لم يولد لنساء المهاجرين ولا ولد فقال المنافقون صحر اليهود نساء المسلمين فأصبحنا عقم خلاص لن يولد لهم ولد بعد اليوم فإذا بالحبيب النبي تمر الشهور حزن رسول الله وحزن الصحب الكرام إلا أنه سبحان الملك شاء الرب العلي أن تلد زوجة الزبير بن العوام السيدة أسماء حملت فولدت من؟ ولدت سيدنا عبد الله بن الزبير فحملته وعطته إلى أبيه سيدنا الزبير بن العوام فضمه إلى صدره وهرول به إلى رسول الله تخيل المشهد والصحابة من خلفه والصحابيات من خلفه كلهم فرحين بما أفاء الله عليهم بهذا المولود الجديد لأن سحر اليهود بطل أبطله الرب العلي ولم يكن هناك سح ولكن أشاع المنافقون هذا الكلام طيب فاصل ونواصل إن شاء الله وإذا بالصحب الكرام ها هو سيدنا عبد الله بن الزبير يحمل ولده ها هو سيدنا الزبير بن العوام يحمل ولده عبد الله بين يديه والصحابة من خلفه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعثمان وعلي وطلحة فإذا بهم يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أول مولود يولد لنا في المدينة فأخذه النبي واستقبله بنفسه صلى الله عليه وسلم وقبله على جبينه ثم حنكه بطمرة أي مضغ طمرة وجعلها في فيه جعلها في فمه وهذه من السنن وهذه من الحقوق لولدك عليك إن شاء الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله عبد الله بن الزبير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما إن وصل ريقه ريقه صلى الله عليه وسلم إلى المعدة حتى سر هذا المولود لما أصبح عنده الشجاعة أصبح عنده القوة أصبح عنده الثقة في الله ثم الثقة في النفس فإذا بالفاروق عمر في يوم من الأيام يمشي وكان سيدنا عمر مهاب الجانب كان يعني عندما يمشي يفر الغلمان بل تفر النساء بل يفر الشيطان إيه وربي قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي سيدنا أنس يقول دخل الفاروق عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش عالية أصواتهن على رسول الله فلما طرق الباب عمر إذا بهم ابتضرنا الحجاب كل وحدة فيهم خدت ساتر عمر على الباب حتى إذا بالفاروق عمر يقول عندما دخل على النبي السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام يا عمر وابتسم النبي فقال له لم تضحك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء النسوة كنا عندي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك يا عمر ابتضرنا الحجاب يا عمر فنادى الفاروق عمر على النساء وقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله قلنا نعم أنت أفض وأغلظ يا عمر فالفاروق عمر يمشي في يوم من الأيام عبد الله بن الزبير الذي حنكه النبي وأذن في أذنه اليمنى ثم أقام الصلاة في أذنه اليسرى إذا به يقول ففر الغلمان الذين رأوا الفاروق عمر إلا من إلا غلام صغير فقال عمر تعالى يا غلام لما لم تفر مع الغلمان قال يا أمير المؤمنين لم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك ولم أرتكب ظلما أو ذنبا أو جرما فأخاف أن تحاسبني عليه يا أمير المؤمنين فقال ابن من أنت قال أنا ابن الزبير ابن العوام ابن حواري رسول الله قال أنت ابن أبيك أنت ابن أبيك وسبحان الملك طب معنا الأستاذ إسراء سلام عليكم عليكم السلام إزيك يا شيخ الله يصطرك يا رب لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال إن حماتي دايما بتخوني وكذا حماتك بتخونك في الأمور المادية اللي في البيت ولا في الأمور التانية أمور الأعراض لا في المادية طيب وانت معاملتك معاها إيه يا أستاذ إسراء تعامليها كأمك ولا بتقولي حماتي قنبلة زرية لا كأمك كأمك إعلامي أنه كما تديني كما تفعلي يفعل بك أجيبك إن شاء الله يا أستاذ إسراء في أي سؤال تاني يا فندم لا ولو سمحت بس دعيه لبنتي ربنا يا دي أنت عندك بنت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسطرها دنيا وآخرة وأن يسعدها دنيا وآخرة وأن يسعدك بها دنيا وآخرة هي وبنات المسلمين وأولاد المسلمين أجمعين اللهم آمين يا رب العالمين يعني رسالة إلى هذه الأم التي تخون هذه الزوجة أقول لك عامل هذه الزوجة زوجة البنت التي تحفظ زوجك وتحفظ العرض وتربي لك الولد وتغسل لك الثياب وتجهز لك الطعام وتأتيك أناء الليل وأطراف النهار ربما بالدواء ثم تأتي على نفسها وتقوم من فراشها لتخدمك أنت وتخدم زوجها يعني عاملها برفق اتق الله فيها الراحمون يرحمهم الرحمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خاطبه الرب العلي فقال ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين معانا لأستاذ صفاء سلام عليكم وعنكم الله وبركاته فضال يا أستاذ صفاء لو سمحت فلدي الشيء أنا عندي حماتي بالفرج ما بينه وبين سلفتي والفرج ما بين عيالي وعيال سلفتي في المعاملة يا أستاذ صفاء في المعاملة في المعاملة في كل حاجة طيب أستاذينك يا أستاذ صفاء يعني اسمعينا من الهاتف يعني وطل التلفزيون شوية بعد إذنك ماشي حاضر فضالي أي سامح حضرتك يعني في المعاملة بتفرج ما بين أولادك وما بين أولاد إيه سلفتي آه السلفة بتاعتك تمام سلفتي آه أي سؤال تاني يا أستاذ صفاء لا شكرا يعني سبحان الله العدل مطلوب العدل به قامة السماوات والأرض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه بشير أبو النعمان النعمان بن بشير يقول كتب أبي لي بستانا فقال لأمي كتبت بستانا لولدك فقالت لا والله لا أقبله حتى يشهد عليه رسول الله فذهب البشير إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحلت ولدي نحلة يعني أنك تبتل عطية كذا أو هدية حتت بستان صغير فقال له رسول الله أكل أولادك نحلت يعني أنت عطيت كل ولد زيه قال لا يا رسول الله قال أوتود أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم يا رسول الله قال اعدل بينهم اعدل بينهم أنا لا أشهد على جور أنا لا أشهد على الظلم وأنت أيتها الأم إياك والظلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي نرجع إلى الحقوق حق الأولاد من هذه الحقوق اختيار الإسم آه لسم عميمي وفلفل ومشمش وحرامي إيه يا أخوانا وش ليته هذه الأسماء ما أنزل الله بها من السلطان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبنائكم والإمام ابن القيم رحمه الله يقول كل له في اسمه نصيب كل له في اسمه نصيب والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول خير الأسماء ما حمد وعبد ويقول في رواية أخرى أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأسماء عند الله همام والحارس وعشان يكره هنا في همام يقول لك همام في مستردام ليه كده همام هذا من الأسماء الطيبة التي وصى بها النبي وأخبث الأسماء حرب ومر حبيبك النبي نعم صلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أراد أن يؤت له بغبق من لبن يعني قدح فيه لبن فقال لمن بجواره قم فاحلب لنا هذه النقة وأتنا بغبوق من لبن شويت لبن في كبايا فإذا به يقوم الرجل فقال تعال ما اسمك قال اسم حرب حرب اجلس قال للآخر قم فأتني بغبوق من لبن ما اسمك قال اسم مرة قال اجلس أنت الثالث قم فأتني بغبوق من لبن قال ما اسمك قال اسم صخر قال اجلس قم أنت ما اسمك قال اسم عائش من العيش قال أنت أنت نعم التيمن بالأسماء التيمن بالأسماء فلا تسمي ولدك اسما يلام عليه في الدنيا ويناد به على مرأة ومسمع من الخلائق أجمعين من الأنبياء والمرسلين من الصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة يقولون فلان ابن فلان يعني نسمع عن بغل ونسمع عن كذا وكذا ليه يا أخوانا لما هذا الكلام اتقوا الله في أسماء أولادكم والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي سعيد بن المسيب يقول دخل أبي وكان أبي اسمه حزن حزن من الحزن يعني فدخل على النبي يقضي حاجة له فقال له رسول الله ما اسمك؟ قال اسمي حزن قال بل أنت سهل أنت سهل قال ما كنت أغير اسما سمانيه أبي أنا لا أغير اسما سماني أبي إياه يا رسول الله قال له النبي إذن لك في اسمك نصيب قال سعيد بن المسيب فوالله ما زالت الحزونة في بيتنا في أناء الليل وأطراف النهار فاتقوا الله معنا اتصال سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا أستاذ يسري يا مرحبين يا أستاذ يسري دلوقتي أنا بنتي مدايقاني شوية وطلقت من جوجها وراح تتجاوزت جوجها بعيد عني جوجها مجاش تطلبها مني وبعدت عني هل أصرف عليها ولا لا هي الآن في عصمة زوج أيوة يا فاندم وشابت جوجها الأولين وشابت بنت عندها خمس سنين طيب حضرتك تقصد بالمصاريف ولا تقصد الميراث الميراث والحالة الاجتماعية وسيلة الرحمة كل حاجة ربنا يجزي خير بلكك أستاذ يسري ويهديها لك إن شاء الله أي سؤال تاني أستاذ يسري ربنا بارك في عمرك يعني سبحان الملك أقول لهذه البنت أقول يا بنيتي يعني لا تتزوجين برجل يعني لا يرضى عنه أبوك ولا ترضى عنه أمك لما؟ لأن الرضا كل الرضا في بر الوالدين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين يا الله أتدري أن العقوق سبب من أسباب دخول النار إيه وربي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليفعل وليعمل العاق أي لأبيه وأمه ما شاء أن يفعل فلن يدخل الجنة أما البر بأبيه وأمه الذي يسمح كلام الأب وكلام الأم يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل البار لأبيه وأمه ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار فلن يدخل النار وأقول لك يا أستاذ يسري عن نصيحتي لك يعني لا تحرم أحدا من ميراثك لما لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من حرم آرثا من إرثه حرم من نصيبه في الجنة اللهم اجعله من أهل الجنة والسامعين ومن قال آمين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه خلاص سمينا الولد اسم طيب محمد عبد الله عبد الرحمن همام حارس أي اسم من الأسماء الطيبة حتى النبي قال سموا أولادكم بأسماء الأنبياء الولد الآن بدأ يمشي ويخطو على الأرض أقول لك صل السنم في البيت لما لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر إيه وربي أما ترى في يوم من الأيام ابنك صاحب السنتين عنده آمين عنده سنتين ويقوم ويقلدك وأنت تصلي وانت بنتك تقوم وترتدي الحجاب وترتدي الثوب الطويل والعباءة نعم إيه وربي علموا أولادكم واغرسوا فيهم العقيدة لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي سيدنا ابن عباس يقول كنت خلف رسول الله على حمار الله فإذا برسول الله يقول يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم غلام يعني ما زال سنه صغير يعلمه النبي هذه الكلمات صلى الله عليك وسلم يا رسول الله علم أولادك مراقبة الله عز وجل عندما يدخل عليك ابنك أو تدخل عليك البنت بيعني حاجة للجيران قل له من أين لك هذا يا ولدي يا ولدي أنا لا أريد أن أدخل النار بسببك يا بنتي لا نأكل حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحط فالنار أولى به أبي أطعمني الحلال فكل حلالا يا أولادي وها هو ابن عمر يمشي في يوم من الأيام فيمر على غلام في الصحراء فأراد ابن عمر أن يختبر الغلام فقال له أيها الغلام قال لبيك هو لا يعرف أنه ابن عمر قال له بعلي شاة من هذه قال يا سيدي أنا مؤتمن يا سيدي أنا مؤتمن يعني أنا أحارس على هذه الأغنام أنا راعي لهذه الشياة ولست صاحب لهذه الشياة قال له إذا عدت إلى سيدك فقل له عد الذئب على الشاتي فأكلها وخذ المال واستمتع به أنت وأولادك قال يا سيدي أقول هذا لسيد الأصغر فأين الله فأين الله فأين الله علم ولدك مراقبة الله عز وجل فإذا ابن عمر يبكي ويقول أين الله أين الله ثم مشى وذهب إلى سيد هذا الغلام وقال له أريد أن أشتري هذا الغلام قال بكذا قال خذ قال أريد أن أشتري قطيع الغنم قال بكذا قال خذ ثم ذهب إلى الغلام في الصحراء وقال أنت حر لوجه الله وهذه الأغنام لك وأصبحت صاحب غنم وصاحب مال وصاحب رأس مال أعتقدك كلمة أين الله في الدنيا وأرجو من الله أن تعطقك هذه الكلمة من النار في الآخرة نعم حافظ على أولادك إياك أن يأكلوا الحرام إياك أن تطعمهم الحرام إياك أن تشجعهم على أكل الحرام وها هو عمر بن عبد العزيز طب معنا الأستاذ أحمد سلام عليكم أستاذ أحمد سلام عليكم أستاذ أحمد سلام رحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ أحمد إذا حالي سيدنا شيخ؟ الله يسترك دنيا واخرة الله عندي سؤال والله يا شيخ عادي أسأل أولاك تحت أمرك يا حبيب تفضل لا أمر إلا وحده الله يا شيخ أنا فيه طلقت حدي من إخواتي والصمي تمام فهو والدي عايش فوالدي جل ما حدش ليه عندي حاجة تمام فأنا غصبي عن اللي أنا طلبت كده لأن أنا اعتبر رجل مريض شاكلة والشغل برضه على الجد يدوك المجد مصالف أولادي واخواتي أنا الحمد لله رب أنا مؤسساها عليم دنيا وآخر فوالدي متردد ومش مغلق لأحده فأنا اللي أنا بنعمل ده صح أولاك يا أستاذ أحمد أنت في حاجة إلى هذا المال أنت محتاج للمال ده تودد إلى أبيك قل له يا أبي بالله عليك أنا محتاج للمال أنت عارف ظروفي إيه فاعطني حق يا أبي في أمي وأقول الرسالة لهذا الأب يعني من حرم آرسا من إرسه حرم من نصيبه في الجنة الأم ماتت وأنت ستدخل إلى قبرك ستدخل وحدك والله لأن نبي الله داود كان يقول أعوذ بك من أربع أعوذ بك من مال أجمعه من حله ومن حلاله وأسأل من حله ومن حرامه وأسأل عنه في قبري وحدي فإياك والمال الحرام إياك والمال الحرام وأرجو منك أيها الأبي الكريم إن كنت تستمع إلى هذه الحلقة المباركة أن توفي حق الأستاذ أحمد من الميراث يعني الضقائق تمر سريعا ولكن في عجالة سريعة كنت قد ختمت الحلقة الماضية بقصة الامرأة كانت تطيع زوجها فإذا به يأتي في يوم من الأيام يقول لأحد الجيران أنا زهكت من الزوجة دي طاعة طاعة روحي مين تروحي مين شمال تروح شمال فيعني أرجو أن يعني توقع بيني وبينها قال له لما يا ولدي انت دنتف نعيم قال له لأني تنغصت من هذه الحياة طاعة فطاعة أريد مشاكل وأريد أن أذهب بزوجتي وأشعر أن أنا زوج وأصالح الزوجة عندنا سيبي فقال له أقول لك ائتهب اثنين كيلو من السمك وعطيها لهذه الزوجة وقل لها جاهزي هذا السمك على الغداء ولا تحدد لها ما تريد فإن قامت بعمل مشوي قل لها أنا عايز مجلي عملت مجلي قل لها عايز بدمعة فطبعا قال فكرة شيطانية فعطالها السمك ثم أغلق المحمول وإذا بالزوجة تتحير أعمله إيه فقسمته إلى ثلاثة إيه أقسام قسم مشوي ومجلي وبدمعة فجاء الزوج وقبيل أن يأتي كان هناك رصف في الطريق بجوار إيه بجوار المنزل فإذا بقطة من القطة تضع رجلها في هذا الزفت الزفت أعزكم الله اللي بيرصف به الطرق ثم جاءت على المنضضة من رائحة السمك ووضعت عليها إيه هذه الأرجل بهذه الزفت فجاءت المرأة وقالت اقترب زوجي أن يعود وأن يرجع إلينا والله لا أجهزنا له المائدة وجاءت فرشة فرشة كده فجاء الزوجة من الخارج ها عملت الأكل قالت آه يا حبيبي تفضل ها مشوي مشويه اللي انت بتقول عليها كنت عايزه مجلي تفضل يا حبيبي لا عايزه بدمعة تفضل يا نور عيني قال لها إيه اليوم اللي مش معد أنا عايز زفت قالت له يا حبيبي أراكم بخير دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله